من أجل التعريف بإسهامات العلماء العرب والمسلمين في تاريخ العلوم جاء إنشاء مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين التابعة لجامعة الشارقة للحديث أكثر حول هذه المؤسسة والتعرف عليها يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور مسعود إدريس مدير المؤسسة حياك الله دكتور مسعود شكراً حياكم بداية دكتور مسعود لو نعرف المشاهدين عن هذه المؤسسة ومن أين جاءت فكرة تأسيسها وأين تأسست أولاً كل الأفكار كل المؤسسات لديها بداية وبداية الفكرة تأسيس هذه المؤسسة بدأت في عام 2008 لما قامت جامعة الشارقة بمؤتمر الدولي في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين وهذه الفكرة ولدت في هذه الفترة وفي 2013 قامت جامعة الشارقة المؤتمر الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين وفي هذه الفترة صاحب السمو الشيخ سلطان دكتور بن محمد القاسم حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة الشارقة قام بتأسيس قام بمرسوم أميري بإنشائل هذه المؤسسة في 7 يناير 2015 وهكذا أهداف المؤسسة كانت إحياء التراث العربي والعلمي الحضاري الذي قاموا المسلمين وغير المسلمين في حضارة الإسلامية إحياء هذه التراث وعلاقتها مع الأصر الحاضر وكما تعلمون أن هناك في التاريخ الحضارة الإسلامية الإسهامات العلماء كانت في مجالات مختلفة من رياضيات إلى طب إلى علم التاريخ وإلى الحديث والتفسير كل المجالات وطبعا بعض الإسهامات المسلمين في هذه الفترة ترجمت إلى اللغات اللاتينية وبعض اللاتينية ترجمت إلى اللغات الإنجليزية واللغات أخرى لا يزال هناك فراغ كبير بتدريس هذه الإسهامات المسلمين خاصة الإسهامات التي موجودة داخل المخطوطات الحضارة الإسلامية هذه كانت من أهم الأحداث التنسيس المؤسسة إلى جانب الإسهامات أيضا دكتور مسعود تسعى المؤسسة بانتظام إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشقة إلى جانب المشاريع أيضا على مدار العام وبالتعاون مع مؤسسات بحثية وأكاديمية لو نتحدث أكثر حول هذه الأنشطة حفوا والمشاريع كما ذكرنا قبل قليل أن المؤتمر الأول في 2008 ومؤتمر الثاني الذي نعقد في 2013 استمر هذه المؤتمرات الدولية لتاريخ الولمينة العابية والمسلمين في 2017 و2021 وإن شاء الله سنكون بالمؤتمر الخامس في 2024 أو 2025 هذه هي من أبرز الفعاليات المؤسسة لما كلفت بمديرية المؤسسة طلب مني أن نستشير الخبراء في هذا المجال وأضفنا إلى الفعاليات المؤسسة شيء الذي لا نجد في عالم لا عربي ولا عالم الإسلامي المدرسة الشتوية في الفكرة كانت أولا مدرسة صيفية أن يكون ولكن بسبب الحرارة في هذا المنطقة حولنا إلى مدرسة الشتوية الدولية لطلبة الدراسة الأولية فقط بأنوان التقاليد الإلمية في حضارة الإسلامية وأدخلنا مؤسسات مختلفة في داخل الشارقة لكي يغطي صورة واضحة عن أهداف المدرسة الشتوية الدولية تعاوننا مع المركز الفضاء والفلك والتكنولوجيا وأيضا مع البيت الحكمة ومؤسسات أخرى في الشارقة والتعاون كانت هذه المرة كانت مع الجامعة في الهند والجامعة في بنغلدش والجامعة في علمانيا ورأينا أن نجحنا في مرة رابعة وأسبح نموذج فريد في العالم في هذا المجال في التقاليد الإلمية وإن شاء الله سنستمر بكل سنة في شهر اليناير أسبح شهر اليناير مقدسة لنا في هذا المجال وثالثا لدينا الفعالية التي كنا نقوم سابقا وما زلنا أن نقوم مرتين في السنة هي الملتقى العلمي الدولي مرتين في السنة دكتور مسعود هناك كرسي باسم مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين حدثنا أكثر عن هذه المبادرة بعد التخسيس المؤسسة في 2015 بعدما مرر السبع سنوات كمنا بتنظيم تنظيم الحيكة الاستشاري والعلمي للمؤسسة وآخر اجتماعنا كانت في شهر يناير الماضي أخذنا أفكار وأعراء المجلس الاستشاري الدولي للمؤسسة وضمن الأفكار والأعراء والاقتراحات التي قام بها اللجنة الاستشارية الدولية كان أن يكون هناك تفعيل الكرسي للمؤسسة وكما تعلمون أن الشارقة كان ضيف الشرف في مكسيك في المعرض الكتاب في المكسيك وجامعة الشارقة أيضا كان ضمن هذا الفريق حضروا المعرض الكتاب في المكسيك جامعة الشارقة قام بمذكرة تفاهم مع الجامعة المكسيك باسم الونام ومن ضمن النقاط التي تحدثت كان التعاون في الكرسي تابع اليونسكو الذي أسس اليونسكو في داخل جامعة مكسيك في 2021 اسم الكرسي هي كرسي ليونسكو للتراث والقلوم وديبلوماسية العامة ما شاء الله نتمنى لكم المزيد من التوفيق بإذن الله دكتور مسعود وكيف يرى الدكتور مسعود جامعة الشارقة اليوم وهي ما زالت تحتفل بمرور 25 عام على تأسيسها؟ نحن نستمر من كل الإنجازات التي قام الجامعة داخل 25 سنة ومن إذا قمنا بعلاقة المؤسسة مع تأسيس الجامعة احتفال تأسيس الجامعة 25 سنة ومستقبلها نحن أتينا بالفكرة وهذه الفكرة إن شاء الله سينطبق ونحن في صدد أن نقوم بالتنفيذ هذا الفكري أن نطرح المؤسسة أن يطرح ماجستير في تاريخ وفرسفة الولوم هذه الفكرة هي أول فكرة مطروحة في عالم العربي والإسلامي بشكل عام الماجستير في هذا المجال لا تجد فقط في الجامعات الأوروبية والأمريكية سيكون أول برنامج بهذا الأنوان الماجستير في التاريخ وفرسفة الولوم وسيكون باللغة الإنجليزية نتمنى لكم المزيد من التوفيق والتقدم بإذن الله الأستاذ الدكتور مسعود إدريس سعدنا بهذا الحوار ونتمنى لك المزيد من التقدم شكرا جزيلا لكم وانا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم الأسبوع المقبل بموضوعات جديدة إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الرحمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر